تعلق بالعملية السياسية هل أن التغيير سيقتصر على تغيير أسماء القوائم والتحالفات فقط؟ أم أن هناك فعلا نية لتغيير المنهج واستبداله بأفكار جديدة؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج ما يقارب سبعة آلاف مرشح في العراق من بينهم أكثر من ألفين من بغداد ما يضعنا أمام أسماء كثيرة جميعها تطمح بإغراء الناخذ وكسب قناعته إلا أن بعض المراقبين يرجحون أن تكون المنافسة صعبة في هذه الدورة إذ يتنفس على كل مقعد ثلاثون مرشحا تكون المنافسة كبيرة جدا وسوف تكون الفوز في هذه الانتخابات متوزعة ما بين الكتل الكبيرة وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة التي قدر عدد 27 التحالف ممكن أن يكون هناك توزع ما بينه وبالتالي هذا الحصول الأصوات تتوزع ما بين الكتل الذي يدفع بإتجاه أن يكون هناك إتلافات ما بعد الانتخابات انتخابات مختلفة تطرق الأبواب عما قريب يصنع اختلافها التحالفات السياسية الجديدة والوجوه غير المستهلكة لبعض المرشحين التي قد تفتح نوافذ ضوء جديدة على المشهد السياسي لا سيما وأن الكثير يراهن على وعي الناخبين في هذه الدورة مما يخلق انتخابات لا تشبه سابقاتها هذه الانتخابات سوف تختلف تماما عن الانتخابات السابقة وذلك بسبب ظهور بعض الأحزاب والكتل والقوام الانتخابية الجديدة اليوم الشارع العراق والناخب العراقي بواتي تلك جيدا أن هذه الكتل السياسية الكبيرة التي حكمت بعد عام 2003 لم تحقق طموحات المواطن العراقي ورغم وصول تسريبات عن أعداد المرشحين والقوائم إلا أن مفوضية الانتخابات رفضت الإفساحة عن الحصيلة النهائية قائلة أنها لم تنهيها إلى غاية الآن فيما أكدت استمرارها في تدقيق أسماء المرشحين والاستعداد للانتخابات وتحديث بطاقة الناخب تم الانتهاء من استلام قوائم المرشحين في عموم العراق حيث قدمت الأحزاب السياسية المتنافسة قوائم مرشحيها قبل انتهاء المدة القانونية للاستلام وبعد ذلك ستقوم مفوضية بإجراء القرعة الإلكترونية لتصنيف الأحزاب حسب الأرقام التي تحصل عليها في القرعة لم تنتهي قاعدة البيانات واستلامها من كافة المحافظات ليكون هناك عدد نهائي لقوائم المرشحين يذكر أن مفوضية الانتخابات ستدري يوم ثلاثة قرعة لتوزيع أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات لميس عبد الكريم قناة الرشيد الفضائية بغداد رحبوا معي عزائي المشاهدين بكل من النائب علي العلاق عن ائتلاف النصر وأيضا النائب طالب الخربيط عن وحدة ابناء العراق أرحب بكم ضيوفي وأبدأ بسؤالي لك سيد علي العلاق اليوم دعونا نتحدث عن التحالفات شهدنا بداية التحالفات تشتت وأيضا شهدنا هناك تحالفات يعني رجعت إلى خنادقها الطائفية أو إلى القومية ما شهدناها عابرة للطائفية مثل ما سمعنا من الدكتور حيدا العبادي أو أيضا من الكتل الباقية وما شهدناها قوائم وتحالفات مستقرة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد هيفاء وللأخي العزيز أستاذ طالب والمشاهدين الكرام وبالعكس هذه الدورة والأول مرة أرى أن عضر مثال ائتلاف النصر الذي يرأى السيد الدكتور العبادي عبر الطائفية وعبر حتى القومية والآن عدنا مرشحين من وسط جنوب العلاق لا لا سيد علي العلاق حتى لسي دعاية انتخابية مو دعاية انتخابية أنا أريد أسأل سؤال لا سأسألك السؤال حتى تجاوبني يعني ما أريد تشرح لي كل القوائم اللي موجودة هذا اليوم يعني مثلا اتلاف النصر وأيضا يعني سيد عمار الحكيم وأيضا حالفات أخرى كلها تتحدث عن وجود السني والكرني والشيعي لكن القيادات الكبيرة هي اللي تترأس هذه القوائم القيادات الكبيرة هي اللي موجودة على رأس هذه القوائم يعني البعض يتحدث يقول هذه التشكيلات البسيطة جدا حتى نتحدث أنه نحن عابري للطائف نحن مو تشكيلات بسيطة يعني في الموصل شخصيات كبيرة نواب وقيادات وزير السيد وزير الدفاع السابق سيد دكتور خالد ومجمع من سيد النواب الكرام وشيوخ عشائر كرام يا منطقة سنية فهي من بصحتكم إلى هذه القيادات بنتيجة هي قيادات كبيرة ليس قيادات عادية في الأنبار قيادات مجاهدة قيادات شريفة وهكذا صلاح دين ديالة احنا أيضا تدري اليوم القيادات السياسية بعد هذه الخبرة والتجربة والدور ما نقدر أن نصادرهم ونلغيهم دفعة واحدة ما دامه عنده قدرة عطاء ومشاركة سياسية فهو أول انتخابات إذا كان الشعب يؤمن به فأهله وسهله وينطي صوت إذا كان الشعب لا يؤمن به رح يتضح الأمر جليا أنه هذا القائد بعد انتهى دوره انتهى دوره الآن ما جاب صوت مقاعد ما عنده أو مقاعد قليلة خل ينطي المقعد أو الإدارة لغيره من قياداته من حزبه من أشخاص آخرين لكن أيضا اتلاف النصر بالبداية تخندق طائفيا الفتح وأيضا باقي التحالفات الشيعية وأيضا سيد مقتد الصدر يتحدث بخطاب رسمي وعز الشعب العراقي بهذا التحالف مما أدى إلى انسحاب الفتح وأيضا انسحاب بعض الكتل من النصر يعني التحام كتل شيعية مع البعض الآخر لا يعني أن السنة مكان موجودين بالعكس أنا قلت أن خوائمنا من البداية النصر وعبارة عن قائمة وطنية واسعة المساحات حتى الأخذ سروا عدل واحد الأخذ كردية نضمت الآن في بغداد إلى قائمتنا وكانوا مرشحين كرد آخرين لكن ما توفرت المفرصة فبالنتيجة أن يأتي شيعي ويتحالف مع الشيعي وسنة موجودين لا يعني أنه صار الطائفية بس ليش سيد مقتد الصدر عز الشعب العراقي يعني بالكلافة وجهة نظر على تحال القيادات لها وجهة نظرها هو لحظ القضية بالإحاظ معين لكنه قليل من التدبر والتأمل رح يدرك سماحة السيد أو غيرها أن القضية طبيعية تحالفات طبيعية منفتحة حتى الأخوة التيار الصادري كان بإمكان أن نتحاور معهم وقد نشكل كتلة أو بالمستقبل شكل كتلة أكبر طبيعي حوار قبل أن تخلي سيد الخيويط البعض تحدث النقاط مهمة جدا يعني من بعض الذين انسحبوا قالوا نحن انسحبنا لأن كان بعض الفاسدين في هذه الخائدة هذا تصريحه غير مسؤول هذا تصريحه غير مسؤول وربما تبرير وليش ينضم هذا الأخ أو ذاك إلى الكتلة وانسحبوا يعني انسحبوا وهذا الاتهام جاء يتوجه لكل كتلة يعني أي واحد عادة ينسحب من كتلة معينة يحاول أن يعطي مبرر للانسحاب فيصور أنه هو صاحب يعني قدرة وقودة حائلة تيار الحكمة زواز سريع وطلاق سريع مع النصر له كانوا معنا بكل احترام وخرجوا بكل احترام لكن سريع جدا حسابات رياضية صدر حساباتهم وحساباتهم رياضية معنا أنه مقاعد أكبر ولكن بحسابات السانتليغو والرياضية وغيرها شفنا أن التوزع إلى قائمة متعددة وكل قائمة تحصل على مقاعدها وثم نلتحم فيما بعد في الكتلة النيابية الأكبر عددا وهذا قرار طبعا عندنا مع الجميع فذاك الوقت يعني أوفقوا حظا في مقاعد أكبر سيد الخربيط يعني خلينا نتحدث عن التحالفات وأيضا يعني نشاهد أيضا السنة يعني أيضا هم راحوا وتخندقوا إلى يعني خندق طائفية منع طقهم وطوائفهم يعني اليوم شلون نتحدث وشلون نقدر نخلق تحالف عابر للطائفية والمشهد أمامنا هذا اليوم راح يرجعنا للمربع الأول بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم نرحب بكم ورحمة شهد الكرام والسيد على الحلاق مع ترام هذا الموضوع يعني حتى نكون واقع حال ونحكي كمنطق أكثر من اللازم هذا واقع حال فرض نعم يجب أن يكون المكون الشيعي واحد مكون السن واحد هذا واقع حال نعم أي من يخوض والولي الذي يصير سواء أخواننا بالتحالفات الشيعية دخلوا سننا في محافظة ثانية هي بس مجرد تجميلية نعم تجميلية واقع الحال قيادات شيعية واقع الحال قيادات سنية نعم هذا أصبح أمر يعني إحنا قد حاولنا أن ندفع بهذا الأمر ما يكون نعم بس ماكوا واقع حال يجب أن يفرض علينا فرض نعم فمش بهذا المنهج أكيد رح تتخندق هذا وتخندق هذا وبالتالي هو نفس الشي رح يصير نعم نفس الوجوه رح تطلع نفس الوجوه واحد لابس شماغ وعقار رح يلبس بدلة نعم يلبس مجرد تغيير العناوين وتغييرها ونفس أبدا للصدقين شغلة وحدة ما ممكن يتغير حال البلد ويتغير هذا إذا مو الشعب العراقيين هالنهضة وحدة ويعرف الصح من الغلط أنا مجالك يدعي انتخابي أنا سجلت أن تكون رشحت على بغداج يطلع اسمي أو ما يطلع اسمي يقولون ساقص سهوان يوم ماكو اسمك يطلع مشكلة ما عندي أي مشكلة بيها بس خلنحكي بضمير إذا هم العراقين هم يرفضون الواقع يرفضون بالقول والكلمة يعني والفعل وليس بس مجرد القول نعم نحن لا نريد وعنده بالأخير من تجينا انتخابات الأخي يطلع بصوته يبيع ببطانية والأخي يبيع ببطاقة مالتليفون والأخي يبيع بكذا وكذا نفس العملية خلل يطلعون العراقين يعني الخلل ما خلي الشعب لا 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 أنا لا أبرر الشعب لا لا تطين لأن الشعب يقول لك أنا ما مستعد أخسر 5000 أروح بتاكسي أروح أنتخب ببلان طيب بلدك ما يستحق 5000 نعم أنت عراقي خير العراق كثير عليك 5000 ما يستحق تروح تقول يا با أنا ما أريد طالب الخربية ما أريد علي علاق ما أريد العبادي هاي القائمة بأطلع حتى ما حد يستغلها لكن مشكلة جدا كبيرة يعني أنا سمعتها من كثير من المثقفين وأيضا الناس اللي عندهم شهادات عالية رادوا يدخلون الانتخابات لكن ما كوا كتل كبيرة قبلتهم خلي ببالك أنه نقطة مهمة جدا كثير من القيام الناس الشخصيات الناس اللي عندها ثقلها العلمي وثقلها الثقافي صدموا أنه بعض القوائم رفضتهم يعني خله أحشي بصراحة أكثر نعم رفضتهم هالقوائم لأن ما تجدهم نعم لأن ممكن دولا يقودون صح أنا حسنا لا يزعل لسيدنا علاق أخونا وعزيزنا لا يزعل أحنا ذول الأسماء ما يمكن أن يكون لأن ذولا ممكن يقودون صح فلا ما تجعل لهم يجب أن تكون هذه الوجوه التي قادت 15 سنة يجب أن تنطيد نومك 10 سنين سجن مؤبت 25 سنة بعدين العراق يطلق حرفتها سيد العلاق يعني شلون نرد على حديث السيد طالب الخيبيط هو يتحدث عن وجوه التجميلية اللي خليتوها بقوائمكم نحن نخلعنا هماتين وجودة لفس الشيء نعم كل القوائم نتحدث عن قوائم لا بس مو الكلام بس للقوائم نعم يعني لماذا تتحدث عن قائمتي مو هذا في دعاية انتخابية نحن نتحدث عن المطلع نعم بواقع حال نحن ما عدنا أي بعد تجميل لقوائمنا في الأنبار وفي صلاح الدين والديالة والموصل الحقيقية وهم قيادات وطنية كبيرة كل القوائم غير سيدنا نعم نعم بس الأخير القرار لمن راح يكون السيد علي علاق وحيدر الأبادي انت يا رافع اللي فداو قد على صفحة ويفلان قد على صفحة هذا الكلام لا غيره لا غيره والله يخلنا هشتي بمنطق يا سيدنا دوله 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 لا يتفضل بي أستاذ طالب محبه وتقديري برأيك لكنه خطأ ممكن وجهت نظر وجهت نظر بالنتيجة احنا بالعكس سنحترم كل من يفوز معنا بل مو بس فقط فوز حتى اللي ما يفوز بلانترى لازم نعقد احنا طريقة في اللقاء ومهج في التعامل لطاقات اذا ما فاز بالانتخابات سيبقى قدرة وطنية ينفع في جام تنفيذي مؤسساتي في مجالات أخرى فالقصد لا بالعكس سننظم عملنا في آلية ونظام داخلي ويكون لكل واحد من المفائزين صوت مهم كصوت الآخرين نعم ربما رئيس القائمة احيانا لحل بعض الاشكاليات داخل القائمة او داخل الكتلة عندما تصير كتلة نيابية يصير لفد امتياز معين لحل الاشكاليات وإلا الاخوة اللي سنة والشيعة اللي سيكونوا متكافئين على وانا اشهر وسترون سيرى الأستاذ طالب أن السنة معنا متكافئين معنا بل ربما أكثر دور يعني سنة العبادي كان قبل سنة المالكية سنة العبادي نحن نرفض هذه التسميات جميلة وتفصيلة ما عدنا شخصنا عدنا نظام سياسي عدنا نظام سياسي وبناء مسؤوليتنا جميعا وكل مواطنهم مواطن يعني على العين وعلى مواطن درجة أولى ما عدنا تصنيف أولى سيد العلاق يعني خلينا نتحدث بكل صراحة كثير من الناس اللي اعترضوا يعني رادوا يدخلون الانتخابات لكن القوائم الكبيرة ما قبلتهم أستجي أنت تتحدث لأنه قائمتنا فتحت بابها وبالمواقع وبالإيميل وخلي الكل تقدم بس قدموا أغلب الناس ما جروا إياهم لا مقابلة ولا التقيتوا بيهم يعني يعني وبالترشيح قالوا ما طلعت أسماعهم يعني حتى اللي وعدوهم أنهما رحين يدرسون فائداتهم ترشيح عبر نافذة الانترنية تصبح ترشيح مفتوح ونحن وضعنا معايير وتم اختيار من تنطبق عليه المعايير لللقاء والمقابلة وتدرون عملية سياسية حسب مقاسات الحزبية لا لا مقاسات انتخابية مقاسات انتخابية أولا أنها تكون كفاءة أولا باكالوريوس باعتبار شهاد الباكالوريوس ومتخصص وعند مضمون النزاهة ما علي أحكام جنائية وغيرها أحكام القانون قالوا انتخابات زادا أحكام نعبر عنها انتخابية اللي نقدم من يصلح اللي عن أن يكون برلماني ناجح في المستقبل البرلمان ناجح أولا يشرع قوانين عنده قدرة تشريع البرلمان ناجح عنده قدرة تعبير عن الرأي بجدارة عنده قدرة مشاركة في صناعة القرار السياسي أكون وصفات ضرورية توفر في كل مرشح شنو تختلف كتل اتلاف النصر عن دولة القانون يعني أنتوا أيضا كنتوا كتلة كبيرة في مجلس النواب العراقي خمسة سسعين مقعد يعني المواطن أيضا يعتب عليكم بكثير من القوانين ما مررتوا داخل قبة البرلمان كان هناك أخفاقات في مراحل كثيرة كانت هناك أيضا صراعات سياسية يعني شنو يختلف دولة القانون في السابق عن اتلاف النصر بدءا ما نريد نحمل كتلة واحدة اللي هي سمة دولة القانون اللي كانت بها الأخ المالكة والعبادي سوية في هذه الدورة ما نحملها لوحدها الكل يتحمل لهذا مجلس نواب فيه كتلة سياسية ولوما المقاطعة من الذي الآن يقاطع المجلس ولا يمرر الموازنة كتلة أخرى ما لا علاقة بدولة كتلة وقان يوميا حاضرين وجالسين وهم الأغلبين اللي يشكلون لحملها حاضرين أخصر أخواني لأن تحالف وضني بشكل عام فاللي صار أن كان هناك رأي انتخابي داخل الحزب أن هناك أجوات قد تؤيد الأخ المالكي وأجوات تؤيد الأخ العبادي تعالوا هذه الرؤية تعالوا الآن خلي ما منوسع مساحة الانتشار في داخل المجتمع العراقي خلي نكسب إخواننا اللي راغبين بهذا وراغبين بذلك هذه الرؤى هذه إحدى الرؤى والرؤية وربما الواقع الانتخابي الخلافات الداخلية ولكننا بدلا ما نعمق الخلاف بطريقة نتقاطع على هذا الموقع تعالوا محل بطريقة توافقية تراضي حل يناهي بطريقة قائمة ويرضى هذا بذلك وذلك بهذا أتحالت نقطة مهمة جدا يعني ليش كل من من حزب الدعوة بالتحديد يعني يصير رئيس وزراء ينسحب وينفصل وينشقب بحده بالانتخابات يعني هاي الليش يعني أيضا حلثت مع سيد إبراهيم الجعفري وأيضا السيد العبادي وأيضا السيد المالكي شلون يعني نقرأ هذا نقرأ هذا قضية الدكتور جعفري تذيني قضية حزبية داخلية يعني ما لها علاقة برئيس الوزراء قضية حزبية داخلية في مؤتمر ومعكسات مؤتمر نعم يمكن يشوفون النفوذ والسلطة يمكن بس هذه نرشح لها كل مسؤول لما حتى رئيس مجلس النواب يقدر يحصل أصوات أكثر حتى رئيس مجلس النواب أصوات ومساحة محن يتحرك بها لكن لا بواقع الحال ما جرى في حزب الدعوة قضية حزبية داخلية اليوم القضية أيضا ما لا علاقة يعني ب لأن هذا صار رئيس الوزراء يكون ينفرد ويترك لا هو جزء لا تجزء من الحزب قيادة واحدة مكتب سياسي واحد مكاتبنا التنظيمية وغيرها الشورى الحزب واحدة والآن أخ المالكي والأخ العبادي ونحن معهم نجلس في القيادة جلسة موحدة ونناقش واتفقنا معا على أن نكون قائمتين في جلسة موحدة انتفقنا معا على أن نكون قائمتين لأن كان عدتكم إشكالية بالمفوضية السيد رئيس الوزراء السابق سيد نور المالكي كان هو رئيس الدعوة ومسجل في مفوضية الانتخابات فلهذا يعني من نزلنا بقائمتين يعني من نزلنا بقائمتين برز هذا إشكال الفوضي طريقتوا أن تجتمعون واتجمدون حزب الدعوة وما يدخل بالانتخابات ونزلتوا كأفرات حتى ترضون السيد العبادي لا هذا حل قانوني نحن ردنا للأخ المالكي أن يتصدى وردنا للأخ العبادي أيضا أن يتصدى وكل واحد إلى مساحته المناسبة فالحل القانوني أن الحزب ما يدخل لأن لو دخل الحزب حلنا نترف بكل صراح هنا خلافات بالبيت الواحد شوف الخلاف مو خطأ يعني مو خطأ وشيء معيب الخلاف طبيعي العقول تتفاوت مناهج ولكن بنتيجة مصالح تحدث بالنتيجة من قبل الجميع ونرسم طريق نتفق عليه ونتراضى عليه ونشكل كتلة واحدة بعد نخابات مع المالكي نعم هل تتحالفهم مع المالكي هذا قرار الحزب قرار الحزب أننا بعد الانتخابات المالكي ومن معه والعبادي ومن معه في قائمتين يعني يجتمعون يجمعون الحاصل في سلة واحدة ويشكلوا كتلة نيابية بالتوافق مع الأخير يعني أنت معلومة مهمة جدا لكن أنت ناقضت نفسك سيد العلاق قبل ما أنتقل أنتقلت أنه نحن مشكلين من كل الأطراف وراح تكون عابرة للطائفية اليوم تتحدث أنه هناك اجتماع وأيضا راح تعيدون كوادركم وقواكم بعد الانتخابات كحزب دعوة هذا كلامك هذا ناقض كلام الأول ولا يناقض أصلاعا لي إطلاق أنت جاي تأخذ تلفل فينو الأمر غير طريقة أولا دولة القانون كتلة محترمة النصر كتلة محترمة بأسر الحكم كتلة محترمة متحوز يجي الأخ يجينا تقصدون التحالف تعيدون التحالف الوطني البيت الشيعي قد ربما راح نختلف في التسمية نسمي غير التسمية مو بضرورة نفس الأسم تسمي بما يتناسب لا لا مو بيت الشيع لا بيت وطني راح يجي الأخ ما حصلت عليه قائمة النصر هل يصبح ضمن إطار المحاصصة ما حصلت عليه النصر من مقاعد يأتي إلى هذا الاتلاف الجديد ما حصل الأنبار دكتور أرافع المفداء والدماء خلي رد عليك السيد يشير تخوي جزيد هاليوم تشتت في بعض القوائم حتى أنت قوائمكم السنية أصبحت مشتتة وأصبحت هناك مشاكل في البيت الواحد السني مثل ما أصبحت مشاكل هناك في البيت الشيعي وأيضا في البيت الكردي شنو أسبابها هاليوم السيد العلاق انطاني تصريح جديدي قل لك نحن بعد الانتخابات رح نتحالف نحن والسيد المالك وربما نعيد قوانا ومع السنة ومع الكرد أنا احترم وجهة نظر زمين السيد العلاق ولكن بواقع الحال لا حتى ليت أمنوا الشعب العراقي رح يكون قضية أنسي من بالج أن قضية أنه رح يكون السيد المالك وسيد العبادي في قائمة وحدة وراء الانتخاب إذا صار شلون إذا صار أنا مستعد أمام الكل هذا أمام الكل والله أقدم لك استقالتي وقل لك مو بس أقدم لك استقالتي وقل لك يا سيد العلاق عمني أبدا لني لأن مشكلة الشق كبير حتى لكل واقع حال مو مشكلة خليه يقول حزب الدعوة بيت وبيه أبناء اثنين صار خلاب بياناتهم فيتقاسمون الميراث بياناتهم خلاص ما يكون مجال بعد ما يكون مجال للمصالحة هذا الموضوع خلنا نكون لنكون يعني نضلل الشعب بأن باشر حقب تقاطعات منتهية محسومة مثل ما تقاطعات بيقي السنة لا سليم الجبوري بعد يقبل بأسامة النجيفي ولا إفلان يقبل ببياد ألا ولا آخر موضوع انتهى حسن الأمر الذي فيه تستفيان نعم انتهى الأمر هذا حتى ليش الشعب العراقي راح يعيش بأحلام وردية خاطين نضربها بنج ثلاثة شهر ونقول لها راح نجوب لها بكتلة لا 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 لكتلة أنا أقولك إياها مئة وثمانون يبقون نفسهم التحالف الوطني الشيعي بيئة وثمانية التحالف الوطني بيئة لا يجلس عشرة بالمئة سنة فقط نعم أو يبقون السنة نفس خمسة وخمسين وممكن يصيرون ستين هذا نفس الوطن لك هذا القسمة وثلاثة أحزاب نعم هذا واقع الحال خلنا نكون صريحين خلنا نكون صريحين مع اعترامنا جهت نظر أخونا خلنا نكون واقع الشعب يريد شيء ملموس بعد شبع صارو خمسطع السنة نعم يعني خمسطع السنة تنعاد نفس والله إن شاء الله باشر أقبأ راضيك باشر أقبأ يكسوي لك وماذا يصير نعم واقع الحال الخلاف موجود خلنا نعترف بكل صراحة خلنا نعترف خلاف موجود خلاف بأن حيدر سيد حيدر العباد يعني الخلاف لا يفسد الودي قضية إذا هم عندهم قضية نعم وكل من يريد القيادة إلى كل من يريد القيادة إلى نعم كل من يشوف يقولك أنا أحق بي يعني أنت يعني تقصد أنه القيادات السنية تريد تقود السنة وأيضا القيادة الشيعية أيضا تصارح حتى تدخل من الشيع طبعا ثبتوا وقع حال ثبتوا وقع حال لأن نظام المحاصصات التوافقي يعني هو يفرض هذه الجزية حاجة نقطة سيد العلاق مشان موجود ببداية تبدأت البرلمان التحالف الوطني أضع فرصة تاريخية على العراق نعم اللي هي ويتحمل هاي من سنة 2014 عنده أغلبية من عندك شكل رئيس وزراء شكل رئيس برلمان من عندك وحكم العراق وانتظر يا عراقين أربع سنوات ماذا سيفعل لكن حتى في سبيل أن يعرفون لي قدام ليزعلون من عنده يقوان يعرفون أنه سيصير خلل فيقول لك شا سوي أراع الدستور الدستور يجب أن نشارك المكونات المكونات السنية والمكونات وليش ما نقول تدخل الدول الأقليمية أكيد هذا تدخل منتهين مننا هذا فرض واقع حال منتهين مننا ولكن حتى يسبب البشل يقول لك والله أنا موحدي أنت يا سنة أدكم سبع وزراء أنت يا بلان أدكم هلقة أدكم خمسة نفس العمل يعني أنت تحمل الخلل للتحالف الوطني أضاف فرصة تاريخية لحكم العراق أربع سنوات لن تتكرر لن تتكرر مرة ثانية لن تتكرر الخطأوا بيها يعني والأزمات اللي صارت أيضا تحملها للتحالف الوطني من يا ناحية الأزمات من يا ناحية الأزمات اللي مرت على العراق من يا ناحية من يا تاريخ حدديني ما حتى نعرف تحالف الوطني من بداية العملية السياسية لهذا اليوم نحن في أزمات متتالية 90% للتحالف الوطني و10% للسنة نعم تفضل سيد العلاء حتى ضيعته فرصة تاريخية يعني من إيلكم أنا رأي وجهت نظر وأنا قلت نحضر ونحضر وجهت نظرك سيد طاليم لا طول عمرك سيد بالنتيجة يحسب للتحالف الوطني أنه راعة المكونات بكل احترام وما راد أن ينفرد بالسلطة لكن حملكم الفشل حملكم الفشل سيدنا طول عمرك سيدنا خلنا نفتو هذه الحلقة فهذا شيء يختلف عند المتعارف يعني خلنا نتبادل حديث خلنا نتبادل شوية بيناتنا ستتهي فما سمحي لدقيق بإختصار حتى ننطيقه بإختصار سيدنا طول عمرك وإذا كونتوني جبتولي واحد وجبتولي واحد راضيتولي حزب الفلان من السن أعلم تحجين تقول طب مكونا سني مو صحيح راضيتوني وراضيتوني كرادو هاي مثلتوني ممثل حقيقي نعم خلي خلي مثلتوني 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 أسرح جاوبك عن هذا سهلا خلي أبين أولا ما نشكل حكومة ويفرض عليكم يفرض عليكم الله يخليك مثل فردهم بالحكم رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ووكيل ثلاثة وزارات بالوزارة الله طول الأمر بطهار وليه هذه الحكومة سوي قاوة ويستطلب واحدا خلي عبر عن جات نظر وضعيني بلقاء آخر خل منطق لا خلق عفو سيدنا العفو مش خلاش نكون واقع حال انقراض القرار خلي جاب 183 كان بإمكانه شكل حكومة وبرلمان رئيس جمهوري لكن قرار غير منطقي وغير سليم ويعبر عن جهل سياسي منسبة النهاية ليش أولا داعش ممتد في كل الحال العراق والمحافظات السنية كان عندها استخدموا عنوان طائفية ودكتاتورية الشيعة وتهميش السنة عنوان لإسقاط الحكم في العراق وإسقاط العراق فهل من المعقول سياسيا في ظل هذا وجود داعش والإرهاب والعنف المسلح والطائفية المشتدة والدول الخليجية تشجع وإسرائيل تغذي نعمق هذه الفكرة والرؤية ونشكل كشيعة لوحدنا ننفرد بالسلطة أكو خبير سياسي بس سؤال بس سؤال بس سؤال بس سؤال ليش داريت الحزب الفلاني مكون السني زيان أكو أدنى رموز سنية لا قبارة ليش مقتليته قضية ثانية قناعتنا بهذا الحزب سيد العلاق يعني كان يتحدث نقطة مهمة جدا حتى تصل الفكرة للمشاهد أنه خلال 14 سنة الشيعة حكمت العراق خلال 14 سنة الشيعة حكمت العراق وتحدث عن نقاط مهمة جدا قال لك ماكو أي نتائج إيجابية على أرض الواقع يعني حتى المخلفات والأزمات وداعش وبحكم الشيعة وهاي كلمة حكم الشيعة كلمة فضفاضة كبيرة ويعلم الجميع صحيح صحيح أن الشيعة صحيح لا نحتاج ومجة نظر ولكن ولكن حتى رئيس وزرائي دول الصلاحيات الكبيرة كان مكبل بكتل سياسية عرق العمل وزراء اللي منطيهم إياها يومياً سحب الكتلة العراقية اللي قوتها الدكتورات علاوي فيما الله يومياً فيما الله لديهم وزراء نسل نجيب أجيب وزراء نسل نقول فيما الله روح الله وياكم خلي خلي يعني ما ما أقول سيدنا يا عفو يا عفو خلي شتت بالنتيجة الكتلة السياسية اللي كانت مشاركة في الحكوم تهدد بالانسحاب ولانسحبت الدخن بدوامة زين فالرئيس وزراء مكبل كان حتى من يتخذ قرارات البنى التحتية رادي مشي قانون البنى التحتية أو المبالغ اللي رادها حوربت محاربة شديدة والله حتى لا انتخابياً يحقق مكسب وكذا غيرها وغيرها فبالنتيجة على الشراكة صحيح الشراكة أضرت بنا كثيراً باعتبار صار الشراكة حم محاصصة ما كان الشراكة حقيقية لكن هذا نظام يعني النظام المحاصصاتي نظام التواصل ولكن نتخلص مننا نعم نحن الآن جادين في أن ندخل في قائمة وطنية السنة سيكون لهم دور أساسي مو عشرة بالمئة كما يقول سيد طالب عشرة بالمئة سيكون دور في صناعة القرار حتى لو عشرة باللحاظة الانتخابات طبعاً هي يقصد عشرة ولكن سيكون لهم دور في صناعة القرار ونظامنا الداخلي يعطيهم هذا الدور الكبير ما عادت بعد الأمور والله مجموعة من الشيعة يكون يسلطون على العراق ممكن أن نقطة نظام هل ممكن أن توقع من العشرة اللي بالمئة القلت منهم أن يسمحون أخواننا بالتحالف الوطني أن يجي واحد سن يصير رئيس وزراء أجزمها أمام العلاب كله تسمحون إذا أنتم مئة وسبعين وجوكم عشرة من السنة واحد من السنة كفو تقبلون برئيس وزراء جاوبني الله خليك سيد عاماً خلي جاوب طيب فويسا أقول لك نعم ولكن نحن نعيش في الظرف غير طبيعي وبالنتيجة اليوم المكون الشيعي يقول لك أنا محصل مئة وسبعين فرضا استحقاق انتخابي استحقاق انتخابي كذا فبالنتيجة إلى الآن ظرف العراق الأمني غير مستقل فبالنتيجة ما نقدر يعني تعتبر سياسيا مجازفة أنه أنت تجي لغير لمن استحقاقه قليل جدا تسلم حكم العراق الكامل بالظرف السياسي غير مستقر أقولك لا لكن بالظرف السياسي المستقر نعم لأنه ما تخاف ما رح تقول أن هذا الرجل أو ذاك أو كذا يتلعب بالقتل وأجندات أجنبية وأجندات كذا ما رح بعد تخاف بالظرف السياسي المستقر ما تخاف الآن الظرف ليه مطبيعي فآن مثل ما أنت جنابك واقعي أنا مواقعي شيعة العراق الآن يعيشون قلق من تآمر حصل عليهم في العراق ومن محافظات سمحت مقصود محافظات يعني الشعب من سياسي محافظات سمحوا لداعش أن تمتد وصعدوا على منصات الاعتصامات وبغداد أنه حررها وشالوا وسلاح على المنصات وبالنتيجة هذا هو قلق قلق حديث اللي يوجود أتبتدرين ما صعد على المنصات يعني تحدث وأنه بعض يصدوا على المنصات يعني أكو مغرر بي وأكو لأكو هذا كان مغرر بي وإعترف بخطأ ما مغرر بي ماكو بيأشي خليعترف ذنبه الشعبي يقول اعترف بخطأ وقال أنا مع الشعب ومع الحكومة الاتحادية المركزية ومع التطلعات العراق الجديد أهل وسهلا يحلم مارد الغناص صعد شافة فجو جماعي عام جماعي خلسمي الآن نجرى أن الأمور نحلت ونحل حلت في اتجاه الأفضل أجي أهله وسهلا بي زي نحن نظل الشعب نعبر عن رأينا ما نظل الشعب وأنت سيد العلاق يعني تودين المتاهات والحديث يعني أنت تتحدث عن نقاط مهمة جدا تقول يعني أيضا نحن استحقاقنا كشيعة رئيس وزراء لأن نحن عدنا جمهور ورانا وإذا حصلنا مئة وسبعين أقول قلق قلق هذا القلق هذا ما تشتغل نظام الحكم على وضعية ديمقراطية حقيقية وتنتهي تدخلات الأجنبية لا لا نقاط مهمة جدا على تآمر من بعض اللي كانوا على منصات الاعتصامات وإنت الدولة والحدود بيدك هذا اليوم وأيضا بعض من هذول اللي كانوا على منصات الاعتصامات هم بقايمتك شلو ممكن تقنع جمهورك صار يعني تضارب لا ستخوت رأيس أرضونا أسماهم بطلعنا بورقة مو أمام العلامة طونة ورقة خلصها الطالب أو جنابش لعتكم أسما معينة لا 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 يحتاج طالب عند أسما معينة سيدنا أبو طوني أسما أسما موجودة طلع كل تسجيلات مأصورة سيدنا ما يحتاج يعني هو يعني كلام منطقي منطقي جدا يقول إذا أكو أسما بالفعل طونة هي نتعاون حياة سياسية تعاون نعم نحن ذاكي الوقت منزمين أن نتخذ الإجراء المناسب نجد نحن ما عرف سيدنا 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 راح بس أناقش النقطة واحدة خلونا بس طين تجاقش سكيح لي سيدنا بس طاول لأمرك حيشام قال من العراق وراء المنصات وراء الكذا سقطت بغداد وسقطت كذا نعم على رأس وافقنا بس سؤال القيادات نفسهم اللي سقطت لمبار ليش رجعتوهم هسا نفس القيادات بالأنبار نعم وين بالأنبار قيادات عسكرية بالأسماء أنت الأسماء سيد أنت الأسماء لا لا أنت الأسماء نفس القيادات نفس القيادات إذن أقل سيد طالب حيثيات وكرامة مكرامة عندك أنت محتاج سيد طالب أنا اخترح علي شتايفة جيبين ستبط قد خذفوا حال أسماء لوحدة مو مياي برنامج سيد طالب خلينا خلينا موضوع الحلقة خلينا موضوع الحلقة موضوع الحلقة خليني أسألك موضوع الحلقة خلينا بيت تتوقع الانتخابات الجاية راح تغير يعني قد تغير 20% ما مبادرت خير نعم بادرت خير يعني يكون إيجابة نعم إيهو عملية ديمقراطية تغير يعني يعني درجة أو العمر حتى خليفهم العراقيين كل الزيال الانتخابات عبارة عن معادلة من 100% نعم 50% سلطة ومال نعم و40% علاقات ومفوضية و10% اسمك ومهنتك ووظيفتك وآله طيعتنا خيبة أمل بهذا الموضوع نعم أنا أسأل ما شاء لأيام إن شاء الله قريبة 12-5 مو بعيد بس سيد علاق متفاعل بس ما يقالب هو متفاعل أنا من بعض أتت شاء نعم يوم 12-5 راح تيجي النتائج وراح تيجي بركة إن شاء الله إذا الله خلالنا بالحياة أنا جي نقعد هالقعدة هاية وتقول لي إنها بطالب والله حتشك تعيد التسجيل مالي خليش علاق على كلام إذا بس اسمح للساد على علاق إذا 20% إذا 20% تغيروا العراق فوق النخب نعم خليني أسأتنطيب بس بدون مفضل فضل فضل سيد علي أولا العراق اللي تحدث عننا يقول متفائل أنا متفائل من 2003 مو من الآن نعم كنت أقول لا تحشب على ترماء من 2003 أنا كنت متفائل وأقول إحنا إذا نمر بمضيق آخر أدأ أشوف نور طيب 2003 صعد من 2006 و7 وقتلوا دمار بالنتيجة بحمد الله اليوم العراق منتصر نعم عراق منتصر الشرق والغرب ودول كبرى وصغرى ودول منطقة وخليج عادتين العراق بقوة هذا التفاؤل هذا التفاؤل الكويت سعودية رجعت دول خليج قطر غيرها كلها دول تتعاون الآن أصبحت تسعى للتعاون مع العراق نعم زين دول هاي العربية دول إسلامية تسعى للتعاون مع العراق دول كبرى نعم بالأمس في ميونيخ لقاءات رئيس الوزراء منفتحة مع كل وزراء العالم نعم يوميا دا يجينا كبار رؤساء العالم دا يجيون العراق يتقاطرونوا عن العراق اليوم العراق الجديد يبعث الأمل والقوة والعزة والكرامة عراق ما بعد داعش والانتصار عراق اللي حقق وحدة وطنية قضينا على مؤامرة تمزيق الوحدة الوطن العراقية لكن أكو فشل داخلي نتحدث بكل صلاحة أكو فشل بالخدمات أكو فشل يعني هذا ضعف أنا وقربي هذا ضعف بالنتيجة نظام سياسي جديد بمشاكل ملأي فيهم ثلاثة عن مشاكل 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 أنا أدرك ضعف وسيعالج وبدينا تدريجيا ويجب أن نضع يد بيد المعالجة نعم أما نجي نخلي الشعب يعيش القنوط واليأس والإحباط النفس في ملحل معناها الشعب ينهار لكن بس ما جاوبت عن النقطة اللي حدث بي قل لك الانتخابات من مية خمسين بالمية مال وسياسة سلطة مال وسلطة ومال نهار عربعين بالمية المفوضية وبعد والعلاقات أشرب بالمية الكفاءة ما عرفت معنا يعني يعني هو يخصد السلطة والمال تؤثر في العمل التخمي بالاتخابات بشكل خمسين بالمية ربعين بالمية المفوضية والعلاقات عشر بالمية أما الكفاءات اللي هما الشعب يعني تخصد متأمن تزوير لن يقل عن 40% لا أدعي أن الانتخابات سليمة 100% بالنتجة عوامل كثيرة تؤثر فيها ولا تزال العشيرة تأثر المال يأثر السلطة تأثر ولكن تقسيمات هذه المبالغ بها مبالغ بها حد كثيرا يعني لو كان فرئيس وزراء فاشل ينتخم العراق مرة ثانية مستحيل لو كان رئيس وزراء فاشل ما ينتخم العراق على الإطلاق العراقين واعين ونبلعك سلان العراقين يندفعونه باتجاه من نجح في يوم اليام المالكي نجح جاب أصوات بالدورة اللي بعدها اليوم العبادي نجح أنا متأود توقع له فوز أيضا مناسب جدا زيانا ما رد أبالغ لكن فوز مناسب جدا زيانا فالشعب العراقي شعب واعي فهذه السلطة إذا يريد يقول أن الرئيس السلطة سيستخدم مال السلطة للانتخابات ويتهم وعليها محاكمات قضائية إذا يريد أن يريد أن تسرقت يقول له أحاكم القضائي يعني مو قصده بأي سلوز يعني على الكل سلطة شيخ العشيرة سلطة المحافظ الناخب يتأثر يتأثر بواجهات يتأثر ببعدين مذهبي يتأثر بالمال يتأثر هذه عوامل متعددة نحن تعالوا خنسخرها كل العوامل وخنصنا عنا مجلس نواب ناجح ونجيب نواب ناجحين ونبني نظام سياسي ودولة خلي الشعب يشعر يعني سفر العوامل المذهبية تقصد؟ نعم العوامل المذهبية؟ يعني لا أثر يعني بالنتيجة البعد الديني والمذهبي شوفوا شخص يؤمنون بدينه عدد من الناخبين يقول لك أني هذا سنتخبه إيمانا مني بتديونه يعني وسأل عامل معدى عوامل ذاك والله وجيه عشيرة بتقول أنه أنا سأعطيه من عشيرة وأريد صوت العشيرة يرتفع أهلا وسهلا هذا مثلا وزع عموالها نعم المشكلة الهوية الوطنية ضائعة في هذه التخسيمات اللي سمعناها يعني أمل أن هذه بالسنين القادمة نقتر بتدريجيا من الهوية الوطنية أنا أبقى متفائل في 2003 متفائل والآن أكثر تفاؤلا بعد صلاة الأخيرة حاصلت في التقدم الكبير وبالنتيجة أعلم أن التغيير تدريجي وأن الإصلاح تدريجي وماكن تغيير الدفعي لو كان تغيير الدفعي لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استطاع وهو في مكة يحول الناس كله مسلمين ليش يحتاج إلى مرحلة سرية وراح لمرحلة أخرى علنية واتحمل بعد راح المدينة وخارب قروب مع الكفار والمشركين وغيرها ليش التدرج في البناء والتغيير سيد العلاق أريد أسأل سؤال مهم جدا هاليوم نشوف أغلب النواب وأغلب الشخصيات العامة هاليوم كلهم متفاجهين بأرقامهم هذا الانطور 80 وهذا الانطور 70 سبعين شون تغييرهم؟ تسلسل رقم سيارة رقم سيارة ليش القيادات الكبيرة ضقت بصفوف الأولى طبيعي لا توافقات داخلية لا لا مو بس التياف النصر كل القوائم يعني نشوف القيادات وأيضا الأخزاء حب الأنا حب الأنا لأن تغيير لحب أنكسنا هذا العمل سياسي ليأسس قائمة معينة يرى لنفس الحق في إدارة القائمة وهي تصدى لهذه القائمة هذا حق يعني إذا نتحدث نعم إذا نتحدث عن اتلاف النصر اتلاف النصر بمنهج ببرنامج وأيضا كل الكتل مو فقط اتلاف النصر عدهم القيادات مالهم صف أول يعتقدون أنه ناجحين يعتقدون أنه بدأت بغداد 138 ناخب في بغداد أصبحوا الشخصيات اللي دخلت جديدة تسلسلها كلش متأخي لا لا مو كلش هذا حدث عن بابل لأنه عدنا الحمد لله يعني خليط منسجم جيد أغلب الجدد متقدمين نعم مش قد كم عددكم بغداد يعني هو 34 يفترض 34 نعم جوزة واحد اثنين نقص عدنا المهم يعني لنا الحق أنه نقدم 34 اسم أحتمل إحنا قدمنا 32 وأكيد أنت رقم واحد يعني رقم واحد والله أنا ما طالبة منك اللهم مشهد ليجلط حكسي الطالب لا أقول لك أشيد الله وحقائي العلوية تعالوا يا مو العلوية وحقائي العلوية أنا بالفيسبوك يعلقون علينا سيد طالب شنو شنو الامتيازات برقم يعني هل يوم شفنا اختلافات كبيرة أتحدث لك عن حادثة مثلا سيد طلال الزوبعي خرج من قائمة وراح دخل بقائمة والسيد محمد موزير التربية خرج من قائمة وراح دخل بقائمة وكثير من الشخصات حتى ما تحدث عن التحالف الوطنية حتى ليس على السيد عن العلوية أنا حتى عن الكل يعني أتحدث عن كل الكتل ليش الرقم مهم جدا ليش بحسابات بحسابات علمية بحسابات علمية لو بحسابات يسمي مجرد الكشخة والإسم بحسابات علمية نعم التسلسل ما يأثر إلا في حالة وحدة إن المرشح راح انتخب القائمة فمن تجي أصوات عشر تالاف مثلا قائمة نصر يجون لمن ينطوها المفوضية ينطوها للتسلسلات شون التسلسل جاء الشخص قال أنا انتخب قائمة نصر بدون ذكر أسماء نعم المفوضية متها من هاي راح تنطي تنطي العشر تالاف صوت لمن تنطي من التسلسل واحد اثنين نزولا بس هاي يستفادوا منها البقية شون واحد نعم لا بس اسمح لي مو هيتش اسمح لي طول لأمرك بس فهمي يعني فهم وجهت نظري نعم جابوا عشر تالاف القائمة نصر جيد ماشي جيد سيد علي علاق واحد فاز ما نعلاقه به اللي يجي التسلسل وراء ثاني ممكن يصعد بهاي العتبة نطي أقوله سيد علي علاق مولي أنه رقم واحد راح تنطي لا 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 مشر راح عدد الأصفائزين سكلوا قائمة جديدة نحنا ما تأثر ما تأثر واحد دلمية بس مجرد والله يعني كشخة أغلش أشوفها كشخة كشخة أي والله كشخة يعني تفلشت تفلشت قوائم كبيرة على مدل والله ما عدل أقولت شونه راكبين بالسيارة كل من يصال راكب بالصدر أصل قبل الوراي حوال للك الواق راكبين بالسيارة أنتوا راكبين امتخابات اللي راكب بالصدر وسائق يصل وولنك هاضر الثاني يصل فخلوها تبشي ما بيأشي يعني ما بيأشك بس مجرد كشخة رمز فلو عن حب لأنا عدنا هاي مشكلتنا بالعراق ما بكم أن نتخلى ما عدنا روح الفريق أبد أبدا ما كن روح الفريق أبدا ما ممكن نتخلى للآن بس وآن العبقري وآن الفاهم والبقية كلهم يبتهم سيد علاقة شون تنبني الدولة إلى ما كن روح الفريق يعني هذا ما يتفضل بيسيد طالب لكن نتيجة أكو ناس يؤمنون بكونهم يجب أن تشكيل فريق نعم منسجن منهج وبرنامج عمل وكذا وصناعة قرار بوعي وعقلانية اليوم ما ينصنع اليوم من قرارات هاي العملاقة تنصنع بالدكتاتورية والأنا ما تنصنع نعم لابد كان من هناك فرق جلست وناقشت بعقلانية وبحكمة بالغة واتجاوزت الكثير من العقبات بها الحكمة العقلانية نعم ما يكون مقلل ولا يدعى الإنسان كمان ترى ما حد يقدر يدعى كمان سيد العلاق السؤال مهم جدا دور الدول الأقليمية بالتدخل في تشكيل يعني تشكيل الرئاسات الثلاثة تحديدا وبالتحديد السني والشيعي والكردي لازم يكون موافقة أقليمية موافقة أمريكا موافقة إيران يعني هذا مو خرق للسيادة لا أشوف إذا تقصدين أننا لا ننتخب إلا أن ترضى أمريكا وإلا أن ترضى السعودية أو إيران هذا ما يحصل أبدا وللا يمكن لكن طبعي جدا أن الولايات المتحدة عندها ناسها في الواقع العراقي إيران عندها ناسها في الواقع العراقي يتأثرون بالرؤية الأمريكية في هذا الاتجاه هذا يتأثر بالرؤية الإيرانية برؤية السعودية هذا تأثر سياسي مو أن صناعة القرار يتوقف على هذه الدول نوقز للقرار الأقصد هو عملية الانتخاب مهنا نقول أولا الشخص يتم اختياره يجب أنه يمتلك المؤهلات بالانتخابات يكون جايبة صوات كافية لكن سيد حيدا العبادي جاب 4 ثلاث صوت وصار رئيس وزراء أنا أقصد بالاختيار أنا أقصد بالاختيار يعني اختيار للشخص يعني ربما هو الشخص يجيب بالانتخابات سيد هيفا ما يعتمد على مجدد جاب هذا الرجل أو ذاك وإنما توزيع المناصب دع تكلم توزيع المناصب بيعتمد على أن هذه الكتلة هذه الكتلة كم استحقاقها وتلك الكتلة كم الكتلة هي اللي ترشع بعض هذا دمار البلد سواء جايب ألف ويعتقدون بكفاعتها لكن الكتلتكم رشحت سيد المالك رشحت سيد المالك واصرين على الترشع لكن دول أقليمية وخارجية ستايقوات ستايقوات بس اسمح لي السيد المالك بس طاول أمرك السيد المالك بس هل نسمعه عن العراقيين السيد المالكي عوقب بحرمانه من رئاسة الوزراء الثالثة لأنه أبرم معاهدة لخروج المحتل 2011 ودعش أقوبة طالب الخربيع بالله والتاريخ رأيي رجل رأيي يحترم بالنتيج اللي يصير رئيس وزراء إلى استحقاقات وإلى قدرات والإمكانات العوامل الداخلية أكثر تأثيرا أقول لي شوف الشيء ترشيحنا أي باختصار ترشيحنا السيد المالكي كنا مصرين عليه نعم وصرينا عليه وظلينا الشهر ونصف نحن نقاتل نعم لكن غادة خارجية رفضت لا لا مو خارجية ما لها أثر خارجي لأثر الداخلي نعم المرجعية المباركة طالبت واجهت إنه كتاب رسمي نعم قالت نرى المصلحة في اختيار رئيس وزراء جديد يحضر بالقبول وطني واسع نعم هذا العامل نعم كنا قادرين في داخل حزب الدعوة ودود القانون أن نقف في وجه الأمريكان نعم وفي وجه الدول المنطقة ككل نعم ونحافظ على الأخ المالكي نعم نعم نقطة مهمة جدا أريد أختم يعني بنقطة مهمة تجاوبني بكل صراحة رئيس الوزراء القاتل أيضا راح تكون المرجعية تختاره لا المرجعية يعني بس بأي أولا لا ما تدخل الوقت خلاص لا أخو ما تدخل بالتفصيل وإنما إذا رأت مصلحة أن هذا الذي تم اختياره يضر بالمصلحة تبين وجهة نظرها كأي مواطن كأي مواطن لكن نحن نحترم هذا الرأي لأن الرأي المرجعية أعلى يعني رأيي مش شخص مصلحة العليا نعم فنلتزم برأي المرجعية لأنها المصلحة العليا الخالصة من دون أهواء ومن دون إرادات نعم كلمة إليك سيد طالب خلاص الوقت بسيطة جدا يعني كلمة وهي كلمة خلاص الوقت أخواننا بالتحالف الوطني كانوا أشد المعارضين طلبنا منهم فالتعديل جمهوري من رئيس الجمهورية قالوا أن نختار أعلى الأصوات نعم نزولا اللي عارضم التحالف الوطني اللي يش لأندي يصعدون بأسماء رؤساء نعم أغلبهم شكرا جزيلا بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلام لقادم الأيام يا سادة يا كرام اليوم أنتم رشحين أباشر مجلس النواب اللي قبلكم بعضهم بعضهم ما كانوا قد المسئولية وهدروا موالي الشعب بمشاريع وهمية هاي فرصة نصحح الأوضاع ونقضي على كل فاسد وخداء بس هاي الأمور ما تتحقق بوعود براقة لازم نحتاج همة وفعل وأفكار خلاقة تصبحون على وطن آمن في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر